نفتح ملفا للنقاش مخافة انتشار الوباء مبادرات فرضية وجماعية لنشر الوعي وتعقيم الشوارع تجند المجتمع المدني حتمية للتقليل من تفشي كوفيد-19 بالجزائر كل هذا وكثر بعد ضيفي فاتح سريبليا رئيس المنظمة الطلابية الجزائرية الحرة وأيضا زهير باللكحة الممثل عن الهلال الأحمر الجزائري هلا بك فاتح مرحب أيضا بسيد زهير باللكحة أهلا بك شكرا لقبولكم الدعوة أهلا بك سيد زهير باللكحة الممثل عن الهلال الأحمر الجزائري كما تبعنا في هذه المشاة بعملية توعوية تحسيسية من خلال أيضا إشرافكم على تعاون مع الطلبة في إطار حملة تعقيم المؤسسة الإعلامية هي مبادرة طيبة ورسالة أيضا للمجتمع المدني ورسالة لمجتمع الجزائري أيضا بارك الله فيك الأخي الكريم أولا نشكر قناة النهارة على الاستضافة ثانيا نشكر في كل المتطوعين متوجدين على عبر 48 ولاية اللي راهم قايمين بالواجب انتحهم واللي راهم اطوعين بالوقت انتحهم وبالجسد انتحهم لخدمة المواطن الجزائري بصفة عامة بالحقيقة هذه المبادرة اللي قمنا بها تعتطهير المؤسسات وبدأنا بالمؤسسات الإعلامية كل المتطوعين اللي راهم متوجدين معنا ودرناها مع المنظمة الطلبية الحرة تعالجزائر العاصمة اللي نشكرهم بزيف بزيف اللي هما لبوا النداء انتعنا وجاءوا وخدموا معنا وكنا البرحة قمنا بأولا بهذه القناة القناة النهار كنا درنا لها التطهير كان الناس اللي كانوا يقولوا ربما على قناة النهار احنا قمنا بكل القنوات الإعلامية المتواجدة في الجزائر الوسطى وكان مؤسسة أخرى اللي راح ينفنيك اليوم مثلا اليوم الظكف التقيقة هذه كان شباب متطوعين اللي راهم ذرق متواجدين في ولاد فيت في عمارة وين راهم يديروا لها في التطهير انتعها اذا احنا كل مؤسسة ولا كل حي شعبي ينادي الهلال الأحمر باهم نديروا له التطهير احنا متواجدين ان شاء الله معها 24 ساعة لا 24 ساعة لكن احنا بركة عندنا نداء بركة نديروه للمتطوعين انتعنا والشاباب انتعنا احنا نقول لهم عبر 48 ولاية كل شاب ولا كل انسان اللي راو يشوف يروحه ما عنده حتى شغل في النهار اللي يقعد يدور في الشارع ماذا به يلتحق بالهلال الأحمر يقدر يعاون بالشي اللي يقدر عليه كان امثلة أخرى خاصة في هذه الفترة خاصة في هذه الفترة اللي رأنا محتاجين لكل شبابنا وكل رجال ونساء الوطن نطيق مثال بركة على مستوى مثلا وليت رمدية كالنساء اللي في المنازل اللي تتوحهم وينطلبوا نطيوهم للقوماش باهم هما يخدموا في المنازل اللي تتحهم الكمامات كينفانيك عائلات اللي هما راهم يوجدوا في الفاتور والعاشاء للناس اللي يخدموا في الوراشات تعل الكمامات هذه دونك رانا عودنا ولينا للسانوات على الثورة التحريرية وين كانت النساء تشارك في الثورة التحريرية بالأقميشة تخيط والأخرى تدير في القفال دونك حنا ماذا بينا في الظرف هذا الصعب كل عائلة اللي تقدر يتعاون سواء نتجي للهلال الأحمر على مستوى 48 ولاية ولا تخدم في المنزل التاحة دونك احنا رانا فاتحين البيبنة وعنان للشباب للرجال للنساء هذا الظرف هذا يلازم نتلحمه في بعناباب لازم نتعاونه في بعناباب والمثل الشعبي يقول لك يدي واحدة ما تسفق احنا كهلال الأحمر وكشباب ما نقدر نديره لواحدنا لكن إذا تلمينا في بعناباب وتنظمنا في بعناباب خاصة خاصة النظام نتنظمه في بعناباب نقدر نديره أشياء كثيرة صحيح فتحسري بلها رئيس المدامة الطولبية الجزائرية الحرة أنت أيضا شاب بين الشباب اللي كان يتحدث عليهم أيضا سيد زهير باللكحة الذين انخرطوا في هذه المبادرة التحسيسية والتوعوية ليس فقط تحسيس وتوعية المواطن وإنما العمل أيضا في الميدان من خلال تطهير كما شاءتنا مؤسسات إعلامية وأيضا عدد من المؤسسات الأخرى هنا في العاصمة على حسب إمكانياتكم وقدراتكم أيضا بسم الله أحمن الرحيم بداية مشكورين على الاستيطافة لأن المنظمة الطلابية الجزائرية الحرة وربما كل طلبة في الوقت الرائع هم مستعدين للقيام بأي عملية تطوعية لأنه تطوع لا يحتاج إلى استشارة وغيرها لأننا الأمس البارحة بدعوها من تلبية لنداء الهلال الأحمر الجزائري قمنا بمشاركة بمعاية الهلال الأحمر الجزائري في عملية تعقيم لعدة مؤسسات لأنه كان برنامج الهلال هو تعقيم أو تطهير كل الأماكن التي تكثر فيها الحركة يعني تكون حيوية بدنا أمس البارحة بعدة مؤسسات سبيل المثال التلفزيون الجزائري أيضا ببناء الإذاعة الوطنية مؤسسات إعلامية الخاصة إذن هذه العملية هذه كما قال الأستاذ لا تحتاج تجري تظافر الجميع لأنه الكل يدرك خطورة هذا الوباء اللي الآن أصبح جائحة لأسف شديد وبالتالي الآن اللي كان لا تظافر الجهود يعني بتكون الكل يعي بخطورة هذا الوباء الكل يعني ينخرط في هذا المسعى المسعى الخيري يعني اللي يقدر يطوع به يعقم أو يطهر يشارك واللي يقدر يحسس يحسس واللي يقدر يعي الأخرين بخطورة هذا المرض كما قلت أو الوباء هذا يعي واللي ما عنده حتى حاجة يريح في البيت التاعه لأنه الآن هذا الشيء يقدر يقدر يقدمه يريح في المنزل التاعه فقط يعني كما نقوله هذا الشيء اللي يقدر يوفره الآن لأنه تشوف يعني يعني تشوف وسائل التواصل الاجتماعي أنه الكثير من الأطباء ينادون اللي يريد أن يقدر ناشحنا يعني يعاونونا فقط ما طلبوا حتى شيء طلبوا فقط أن يريحوا في البيت التاعهم وراك تشوف يعني ربما الدول يعني نضرب مثال بالصين دول متقدمة دول متقدمة في هذا المجال يعني ربما يعني الصحيح أنه الجهيزة طبية صحيح يعني يعني صحيح هذه كل الأمور يعني نحن نزل نوصل ناشح لها ولكن الشيء يعني والعامل اللي نجحوا به صح هو أنه يعني المجتمع يعني لزم المكان أو لزم البيت تاعهم عاونوا عاونوا في هذا المسعى ليخلوا يعني حاصروا هذا تفشي هذا الوباء الخطير نحن كطلبنا مثالين الصين وإيطاليا في الصين التزموا بالضوابط وكان عندهم مقدار من الوعي واستطاعوا يحاصروا الوباء في إيطاليا كان فيه ربما الإيطاليين لم يلتزموا بتلك الضوابط وبتلك الشروط ولم يكونوا في ذلك المستوى من الوعي اللي كانوا فيه الصين فبالتالي انتشر الوباء الآن في إيطاليا واصبح يحصد العديد من الأرواح علينا نأخذ بهذا المثالين يعني إحنا نتأسف على كل حال رسالة لكل جزائريين تشوف يعني البعض الآن يعني لما قالوا ما تقوموش الأعراس ما تديروش الأعراس يعني يكفوا عن التجمعات تشوف يعني الأسف هلان شوف تواصل اجتماعي يعني يديروا الأعراس في هذا الوقت يعني ما عليش يعني تقدر تأجل تقدر تشوف يعني حل لأن العملية صح صعبة الوباء خطير جدا حنا يعني بالمقابل من هولوش الأمر مالعنطول وش ربما حاجة كبيرة يعني يخليوا يعني الكل يعني يخليوش شوفوه الناس كل هذا الوباء بهذا الشكل ونستخاف ونستخاف حتى العام النفسي له دور يعني كبير وهذا يعني ما يش من اختصاص ولكن يعني نقدر ندو بدل وينات في هذا المجال بما أنه الوباء خطير يعني فيه حلول يعني شوف تشوف مثل حوالي 43 حالة شفاء الحمد لله يعني كي نأمل يعني موش للدراجة هذه فالآن يعني النداء اللي نقدموه يعني كطالب جميعي كممثل أو كرئيس تنظيم طلابي كممثل طلبة نداء ينوجهه لكل جزائريين أنه يقعدوا في بيوتهم نداء أيضا للطلبة يعني وجه الخصوص لأنهم من خبت المجتمع هم الذين يدركون بالمخاطر التي تمس هذا الوطن أنه ينخارطوا في هذا المسعى هذا يعني دورهم هذا هو الشيء يعني يعني نقدم إن شاء الله إذن زهير بلك حي نوثل عن الهلال الأحمر الجزائري الآن تجند المجتمع المدني حتمية لتقليل متفشي كوفيد 19 هنا في الجزائر شأنها أبينا الآن المجتمع المدني في الجزائر يجب أن يلعب دوره على أكمل الوجه من جانب التوعوي التحسيسي ومن جانب أيضا التعقيم حتى الشوارع في الجزائر والمؤسسات وفق إمكانياتهم يعني وقدراتهم فبالتالي كل واحد يعقم واش قدر نعقم الجزائر كلها صح هي حقيقة نحن نرى أن نشوفه المجتمع المدني واللي مثل الجمعيات رام قايمين بالوجه بتاحهم ونشكرهم بزير بزير لكن نحن نحوصه برك التنظيم أمور تكون منظمة برك صدير ماشي من هبة ودبة يجي يرفض ربما ما نشعرف كما ما ولا يجي يرفض البيدون هذا كتاع التطهير ويمشي في الشارع وكل حاجة نحن بودنا أنه تكون الأمور منظمة نحن ربما بالك البارح كان جزة رئيسة الهلال الأحمر كانت بينت عبره 48 ولاية كيف الهلال الأحمر رأو العمل اللي تعه رأو يقوم نحوصه برك الشباب بنتعنا ماشي من هبة ودبة يجي يرفض كما ما ويمشي في الشارع لازم تكون بطرق علمية بطرق طيبية ويجدية ويعرفوا هذا الوباء كيف رح ينتشر كيف رح ينتشر نحن في الهلال الأحمر على مستوى 48 ولاية كانت رئيسة الهلال الأحمر اللي نشكرها بزير بزير فعطت تعليمات لكل الرؤساء للولايات للهلال الأحمر با هيكونوا الشباب اللي يجي يطوع يكونوا به ينطلق في العمل ينتعو ماشي يجي شاب يدخل الهلال الأحمر قال هكا بيدون ولا هكا ماما ولا هكا اللجال هذية ومشي في الطريق لا لا نحن في الهلال الأحمر الشباب الشباب اللي يجي يطوع ندروا له تكوين تاعة ثلاث سوايا اربعة سوايا نطوها استضر الأمورات الأساسية ومن بعدك باه يبدأ يعمل مع المجتمع المدني مع الأحياء يعمل مع المؤسسات معناتها الشباب يكون واعي ويكون عنده فكرة ماشي من هبا ودبا يجي يقول لك أنا ندرجي لي وربما نمشي في الطريق وراني نخدم أنتم على مستواكم أيضا سيد الكريم كيف تتم العملية الآن في ولاية في الأبدية وفي يعني على مستواكم سيد فأمور احنا احنا في الوقت الحاضر كل الولايات وكل رؤساء اللجان الولائية للهلال الأحمر عندهم تعليمات من عند رئيسة الهلال الأحمر باش سواء تشارك في التطهير المؤسسات ولا المدارس ولا الشوارع ولا الأحياء عندهم فانك تعليمات به النداء للشباب والعائلات التي تقدر تساعد الهلال الأحمر هي تعليمات فانك حتى للناس للأرباب المال اللي عندهم المال لأنه الأرباب المال ربما هو يقدر يشارك يشري القوماش على الكمامة هذه والهلال الأحمر يقدر يخدمه كان بعض الأرباب المال اللي يقدروا مثلاً هو يشري الكمامات ويجيبها الهلال الأحمر يتبرع بها كان مثلاً فانك بعض الصيدلاليين اللي هو من عند الصيدلال تاوي يجيب لك مامات ويجيب لك النظارات ويجيب لك هذا البرودويت على الديسافيكس ويجيت بالرعب يوم الهلال الأحمر احنا يلبب انتواعنا الهلال الأحمر على مستوى 48 ولاية رمفتوح للناس اللي يجيوا سواء للتطوع أو للتبرع مثلاً نعطيك مثال فانك كي الناس اللي يجيوا يتبرع لك بالجاذال بالصابون هذاك التعطرف هذاك الغسيل تعالي الدين وكل حاجة ذلك احنا يا رانا فاتحين البيبنة لكل الناس للعامل واللتبرع جميل فأتحسيني بلايضاً رئيس المظمة طوليبي جزائي الحر الآن مخافة انتشار هذا الوظاق في الجزائي وكما كنا نتحدث قبل قليل مع الدكتور بعمرة عبد الرزاق رئيس مصلاحات العدو بمسجفة فرنس فانون بالبوليد نحن في المرحلة الثانية ولا نريد نصل إلى المرحلة الثالثة إذا أردنا لا نصل إلى المرحلة الثالثة يجب أن يكون لدينا مستوى من الوعي ومن المسؤولية أيضاً نحن بمس الحاجة للمبادرات سواء كانت فرضية أو جماعية ليسا كذلك نعم بطبع المبادرات الآن تشوف يعني ممعروف على الجزائريين قصة في هذه المراحلة تشوف يعني كل الجزائريين مشهود لهم عبر العالم بالتكافل خاصة لك أن تلاحظ المطارات ربما في الدول الأجنبية تشوف الجزائريين يعني كيفها الحمد لله هذه سيفة ينتز بها الجزائريين على باقي الشعوب ولكن كما تكلم الأستاذ العملية لما تكون منظمة ستعطينا يعني تكون إيجابية تنتحها بالبزاف ربما نعطيك مثال البارح لما كان وفد من الطلبة مشاركة ومخرط في العملية التي قام بها الهلال الأحمر الجزائري صح يعني تشوف فيه تكوين صحيح أنه طلبة لا يعرفوش ربما بعض الأمور خطورة بعض البرودوي كيفية الاستعمال تنتحها صح يعني يخضعوا لا تكوين من طرف الهلال الأحمر الجزائري ومشاركة العملية بسلسة يعني وحتى طلبة ربما في هذه العملية أيضا يعني فيها خطورة على الأشخاص بحد ذاتهم نتيجة البرودوي وكذا يعني العملية تكون منظمة وتكون في إطار موشية مفتوح للكل تكون عندها إيجابيتها نتكلم ربما على الهلال الأحمر الجزائري البارح يعني كما قال الأستاذ تعلموا الكثير يعني كيفية استعمال تعال الأدوات وغيرها إذن المنظمة طلابية الجزائري الحراء إحنا أيضا بالمقابل يعني ما عندناش إمكانيات على كل حال ولكن دائما نعمل بالتنسيق خاصة معنا الأحمر الجزائري ليوفرنا لبرح كل الوسائل من أجل الإنخراط في هذه العملية ندى اللي دائما نوجهه دائما حتى هذه الصاشيات وغيرها يعني كل يعني يوجود بما يقدر يعني شيء إيجابي لما لاحظوا أمور كما هذه لصح يعني الوضع إذا كان ما ما ديناش احترازاتنا يعني شفنا له بنظرة استيزائية رح يتفاقم للأسف ويكون أكثر وتكون الحصيلة سلبية أكثر من الشيء نتصوره لكن إن شاء الله اليد في اليد نتصدعو إلى التفشيذ هذا الوضع إن شاء الله هذا ما نتمنى أيضا أستاذ فاتح سريب لرئيس المنظمة طولة بجزائيل حرش كجزيلا لك شكرا 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 لسيد زهير بلكح المثل عن هلال الأحمر جزائيل ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله ونشكر كل الشباب المتطوع في الهلال الأحمر عبرها 2 أوروبين ولاية وحتى العائلات التي تنشط معنا واللي راه تتطوع معنا نشكرهم بزيب بزيب وإن شاء الله إن شاء الله نعود نولي والستوديو إن شاء الله يكون الوباء هذا راح إن شاء الله مرحبا بكم